الفكرة كلها ان دايما شخصية البطل بتتحكم في المبارات الكبيرة وده اللي ظهر مبارح ان بالرغم من قوة بيرامتس والا 14 فوز متتاعلة زي ما انت قلت يا مينة فعلا شفنا شخصية الاهلي بتظهر في التوقيت اللي دايما جمهيرة الاهلي محتاجها او دايما في وقت البطولات تلاقي دايما لعبة هات الاهلي بتظهر وده اللي حصل بيرامتس مبارح كان بيقدم مبارات كبيرة كان متقدم بهدفين مقابل هدف لكن النادي الاهلي ظهر في الوقت المناسب وبدأت شخصيته تظهر ودايما بقول في مبارات الكبيرة اللي عنده اصرار دايما اكتر في الفوز هو دايما اللي بيحقق المكسب وده مهم جدا وبشوف ان فريق بيرامتس او المواجهة بتاعت امس اعتقد ايه كانت مواجهة تلاقي باعتقد اتنين بينفسوا على لقب الدوري بيرامتس هو بالفعل المنافس الحقيقي لنادي الاهلي الموسم ده بيقدم موسم استثنائي موسم مختلف موسم كبير جدا 14 فوز متتالي بيقدم اداء كبير جدا لكن النادي الاهلي دائما عنده اسرار اكتر على الفوز عنده تاتش الاهلي تاتش الاهلي وكمان النادي الاهلي او بقول دايما الفرق الكبيرة سواء النادي الاهلي او النادي الزمالك بيستحملوا الضغوطات وده اهم حاجة في كورة القضاء فريق بيرامتس دائما بتلاقي بيوصل للمرحلة النهائية وتلاقي بيوقف سواء لفت الانظار كابتن احمد يعني فريق بيرامتس 14 انتصار متتالي طبعا بيطمح انه يعني الاول مرة في تاريخه يحصل على اللقب اغلب المحللين شايفين انه اداءه من اول البطولة اداء مبهر جدا فيما تعلق بالجانب الدفاعي يعني احنا لو تكلمنا عن قوة الدفاع عن بيرامتس فيه دفاع قوي جدا امام طبعا قوة الهجوم بالنسبة النادي الاهلي فنيا شفت الماتش ده ازاي وفنيات بيرامتس اللي لعب بيها مبارح قدام الاهلي واصراره انه هو عايز يعني لسه فيه مباراة كمان بينهم كمان عشر تيان فانه هو عايز برضو يحصل او يحصل على اللقب لأول مرة في تاريخه مبارح بيرامتس كان عايز يخرج بنتيجة ايجابية لكن اعتقد انه هو كانش الهدف الاساسي بالنسبة ليه رجيتش مدرب الكرواتي المكسب وده كان ظهر جدا في بداية وفي اللقاء بطبعا بانه هو ابقى على واحد من اهم اللعيب فريق بيرامتس محمد الشيبي وده كان بالنسبة لكل الجماهير تفرج على مباراة لغزي كبير جدا لان الشيبي اكتر لاعب في فريق بيرامتس صناعاتا للفرص عامل موسم كبير جدا اللي ابقى عليه في دكة بيرامتس يدخل المباراة متأخر وده خلى ناد الاهلي يقدر يسجل هدف فهو المباراة وكان ممكن يسجل اكتر من هدف لكن التعادل جيف في الوقت المناسب بفريق بيرامتس لكن طبعا اصرار لعبة ناد الاهلي وكلر لازم ياخد حقه لان كلر نجح نجح في ان هو يخلي قوام الناد الاهلي كله اساسي وده ظهر جدا ان في الوقت اللي بيغيب فيه واحد من اهم اللاعبين عمر السلية اللي متقلق فيه اخر مبارتين بيغيب للاصابة انت ما حسيتش بغياب عمر السلية بنشوف ان الناد الاهلي قدر يكسب مهاجم قوي جدا 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 واسمه وسامة أبو علي وسامة أبو علي برغم ان هو احرز هدفين وبيحرز ده الهدف العاشر ليه في 11 مباراة وده يبين ان احنا قدام مهاجم كبير جدا الناد الاهلي نجح فيه ان هو يتعاقد مع مهاجم هيبقى مكسب كبير جدا واضافة كبيرة جدا للمواسم القادمة فكلر بدأ يتعامل مع المباريات بهدوء كبير جدا وده ظهر في مباراة امس ان الناد الاهلي كان بيرعب بهدوء كلر فضل يحافظ على التوازن للفريق الوقت تقريبا قبل نزول محمد مجد أفشا وبنشوف ان أفشا واحد من اهم الحلول اللي موجودة في الناد الاهلي وبشوف ان محمد مجد أفشا دائما انا بشوف ان هو رجل المباراة الكبيرة رجل المباراة الكبيرة هو بيادر يعمل فارق انت بتفتح موضوع بقى كنت نوايا سأل حاجة تانية بس انت اللي فتحت موضوع كولر بقى كولر لما ينزل أفشا في دقيقة 80 عايز منه ايه وبرغم كده هو عمل وعمل اللي هو عايزه بس احنا كل مرة بنلاقي كولر بنزل أفشا في آخر دقيقة كل مرة وبرضو أفشا أزمت يعني احنا برضو بنتكلم في النقطة انه مش عارفة احنا حنفضل نلعب قصة امام عشور وأفشا يعني ليه ما بيغيرش مراكز اللعيبة ممكن جدا اللعيبة تقدر تتحرك في أكتر من مركز ويقدر يستغلهم بدل ما بينهم وراكن خبرات وناس عندها قدرة انها تعمل فاينل تاتش محترم اتفق معاك منها بس وجهة نظر كولر في المبارات الكبيرة بتختلف يعني بتشوف كولر دايما في أغلى مبارات ساعات بيبدأ بقى أفشا وامام عشور وبيبقى السناية بيعمله طبعا تشكيل أو سناية هجومة مهمة جدا لكن في المبارات الكبيرة هو كولر عنده ميزة مهمة بيحترم المنافس قوي هو احترم نادي برامتس وشفنا ده برضو في مبارات نادي الزمالك اللي يزل فيها محمد مجد أفشا أحرز هدف وصنع هدف لإمام عشور هو دائما بيخلي إن أفشا وإمام عشور بيحاول خلاص المبارات وسط لوقت معين لازم موجود أفشا أو بمعنى صح وقت المجاسف خلاص أنا عايز أخذ الرزق لوقت معين التوفيق هنا بيحالف طبعا أو بقول كل مكتهد النصيب بيحالف أفشا إنه هو يبقى سبب في إنه هو يبقى صاحب المكس بلاد الأهلي وبيكافئ كلر طبعا على السيناريو السيناريو هو برسمه ودايما مش في المدربات الكبيرة أو المدربين الكبار بيرسم سيناريو وبيبقى حطت أكتر من سيناريو في المبارات السيناريو بالنسبة لكلر بيبقى حطته من قبل الجيم بيبقى مقسم المبارات لكذا وقته وأعتقد الوقت اللي انت تتكلم عليه منه إنه دايما بنزل أفشا فيه هو ده بيبقى خلاص حطته من قبل الجيم مابتديش بيه هاخد ايه من لعب 10 دقايق طيب طبعا صح كلامك صح لكن هو لو بدأ بيه ما هو بالنسبة له برده بلعب ملافظ قوي فريق براماتس يعني فريق احنا شفنا اخر مباراة بيكسب اتحاد سكندري اربعة والمباراة اللي قبلها بيكسب خمسة فريق قوي هجوميا هو عايز برده يقفل مفاتيح لعب فريق براماتس عندهم صاحة فتحي واحد من اللاعبين المهاريين المهوبين جدا فستور ميل هدف الدوري مصر 14 هدف فاخر اللقاي ووليد الكارتي نتكلم في سكوات قوي جدا ومهم جدا قوي هجوميا كمان كابتن وقوي دفاعيا كمان دفاع برامتس من اقوى الدفاعات الموجودة في الدوري لغاية دلوقتي وده شفناه في المباراة اللي فاتت كلها